مئات الملايين من الدولارات وأكثر خسائر إيران بسبب انخفاض حجم صادراتها من الصناعات البتروكيموية بعد انقطاع الغاز عن المصانع جراء أزمة وصفت بالحرجة وباتت تهدد البلاد بالشلل وفقاً لشركة الغاز الوطنية في إيران صناعات الصلب والبتروكيمويات هي أبرز مصادر استحصال إيران على العملة الأجنبية والتي باتت بين فكي تدهور بناها التحتية والتساع دائرة الإضرابات العمالية التي تعد امتداداً للتظاهرات الناقمة على نظام ولاية الفقه في طهران وسياساته التي أدت إلى تفاقم الفقر وانهيار قيمة عملة البلاد وعلى الرغم من أن العقوبات الغربية لم تمنع نظام طهران من تصدير ما قيمته 14 مليار دولار أمريكي من البتروكيمويات العام الماضي إلا أن هذا الكم من هذه العملة الأجنبية وتلك التي عملت طهران على تهريبها من العراق عبر أذرعها وميليشيتها هناك لا يبدو أنها تكفي لسد عجز النظام الإيراني مالياً أو لإعادة ما خسرته العملة الإيرانية من قيمتها خلال السنوات السابقة وبعد الزيادة الجامحة في معدل التضخم في السنوات الأخيرة والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة ونفقاتها قامت عدة نقابات ومجموعات مختلفة بما في ذلك العمال والمعلمون والمتقاعدون بتنظيم احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين المعيشة ويرى مراقبون أن النظام الإيراني سيكون على موعد مع مزيد من الأزمات الاقتصادية خصوصاً مع إضراب عمال النفط والغاز والبتروكيمويات في إيران وهو ما سيزيد من الخناق على نظام تقول مراكز بحوث دولية إنه يحتضر